نعم العراق أهم والعراق ملف نسميه تازة إيران هستراح تبدأ عملية التدمير وعبث بي بينما في ملف العوتيين إيران تحتاج إلى تهديئة الوضع مع السعودية والخليج ومنح الخليج أمل بأن هناك انفراج وهناك حلف أو محادثات إيجابية تسيير هذه تحتاجها إيران مع دول الخليج لكي تشتت المطلب العالمي حول السواريخ البالستية وحول التدخل وتدمير أمن واستقرار المنطقة هذا الملف يرتبط بأمن الخليج وإسرائيل وبالتالي إيران تحتاج إلى تهديئة مع الخليج وفتح مساحة للحوار مع الخليج وبالتالي اليمن عامل استفزاز لهذا الملف فسوف تهدئ في موضوع اليمن كثيرا في هذه المرحلة وهذا أيضا يتوقف إذا اضطربت محادثاتها مع الخليج سوف تصعد في اليمن وإذا اختلفت مع أمريكا سوف تصعد في العراق هي تستخدم العراق واليمن كأدوات وحتى سوريا أحيانا وجنوب نبلان تستخدمها ملفات كل منها يستخدمها لوسياء الهجوم واستفزاز حسب نوع القضية هل هي مع إسرائيل هل هي مع أمريكا هل هو مع الخليج